كنيسة هي المسيح ندخل إليها فيصير في وسطنا ثم يتحد بنا فتصير الكنيسة هي نحن فيه كنيسة هي أحضان المسيح وهذا هو سر فرحنا بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين حلقة جديدة من برنامج كنيسة إحنا لسه في عصر مورس اللي قلت لكم كانت ابتدت منطقة المنطقة العربية هيبتدي فيها طيار جديد هنشوفه هيعمل إيه في العالم لكن شفنا الصراع اللي بين كوستنطينية وروما في الفترة دي في عصر مورس في مصر بقى كان فيه صراع من نوع تاني في الفترة بتاعت مورس حصل صورة أقباط ضد الوجود البيزنطي في الوجه البحري بقيادة ثلاث شبان أقباط واحد اسمه أبا سخيرون والتاني اسمه مينة والتالت اسمه يعقوب تلات إخوات وعملوا صورة نتيجة أن البلدة بتاعتهم اسمها زاوية صقر النهاردة في البحيرة كان وقتها حاكم سمنود البيزنطي اللي بيحكم المنطقة أبض على اتنين من كبار الأقباط أراخنا كبار وقاعد يعزف فيهم بدون وجه حق المهم غالبا أمور مالية هو طلبها منهم وهم رفضوا فأبض عليهم الموضوع ده هما أصلا يعني الأقباط كانوا على آخرهم من تصرفات الخلق دونيين ومن الأوضاع فرحوا ثاروا وقتها الجيش البيزنطي اللي في بحري ما قدرش يصد قدامهم وقتها منطقة بحري واسكندرية كان ليها جيش وليها قائد الوالي بتاع اسكندرية كان اسمه يوحنى وكان صديق التلاتة دولة التلاتة دولة كانوا تجار وكان ليهم تجارة في اسكندرية وكان ليهم سفن فكانوا قريبين من الوالي فالوالي بعت وقال لهم يعني يا جماعة الأمور ما تبقاش كده حاول هما ديش يسيطر عليهم قدروا ان هما التلاتة صوار دولة بالجيش القبطي طبعا جيش ما كانش مدرب لكن وزاوا عليهم سلاح قدروا البصريين لقباط في الفترة دي بقى ان هما يستولوا على بحري متخيلين الثورة وصلت لإيه وطردوا البيزنطيين بالحاكم بتاحهم لسكندرية كلهم راحوا جريوا على اسكندرية مش كده وبس استولوا على شحنات الأمح في اسكندرية اللي كانت بتروح على بيزنطة تأكل الجيش فحصلت مجاعة في اسكندرية موريس حد وصله ان يحنة والي الاسكندرية مقدرش انه يحكم الثورة علشان هو له علاقة بالتلاتة دولة فراح شال يحنة وحط والي جديد وحاكم للجيش اسمه ثقدروس وراح بعت للبترك الخلقضوني وقال له ايه حاول انك تستميل التلاتة لسلح الموضوع ملتهب انتم متخيلين واصلوا ان هما قدروا ان هما يهددوا السفن اللي في اسكندرية القائد الجديد ده بخدعة معينة من البترك الدخيل اللي اسمه أولوجيوس قدر انه يقبض على خمسة من كبار لقباط وبما فيهم التلاتة اللي هما بيقودوا الثورة وبعدين يعني التلاتة اللي بيقودوا الثورة والاثنين اللي في السجون قدر ان هو يقبض عليهم واخدوا محطوهم قدام السوار على شاطئ البحر وقال لهم يعني وده معناه اني السورة وصلت اسكندرية وسيطروا على اسكندرية قال لهم اما انكم ترموا سلحكم اوهقت للخمسة ويبقى بقى حرب بيننا وبينكم بس بعد مدبح الخمسة السوار شافوا اني اني ممكن يحصل صلح وقال لهم هنصطلح ونقدر اننا نوصل لاتفاق انت يرديكم كلكم فقالوا بدل ما يتقتلوا الخمسة ويبقى حرب ما نعرفش نهايتها ايه خلاص هنصطلح فاول ما اصطلح ما اصطلحوا راح هرب التلاتة التلاتة اخوات راحوا صالحجر واعادوا مرة تانية تنظيم صفوفهم علشان يعيدوا الثورة لان مطالبهم ما اتتممتش كانت مطالبهم ايه رجوع يوحنة والاسكندرية مرة تانية واني تقدريت دا يمشي واني تتعدل تتعدل طريقة الدرايب وما بقاش ويبقى ليهم حكم ذاتي على المنطقة دا منطقة البحري رفض وراح سيدوريت بالجيش البيزنطي قطع رؤوسهم قمض عليهم تاني وقطع رؤوسهم وحرق مدنتين في بحري عقيلة وصالحجر قامت ثورة تانية في الفترة دي خمس مدن لكن الجيش البيزنطي دخل وعمل مذابح في الخمس مدن كلها حرق المدن بالكنايس بالأضيورة وعمل مسبحة جديدة متخيلين الكلام دا بنتكلم في في حدود ستمية ميلادية اللي هو بعد تمن سنين أسف بعد 16 سنة هيجوا فارس وبعد 40 سنة هيجوا العرب أنا بس عايز أوريكم قد كده لقباط كانوا بيكرهوا البيزنطيين وبيكرهوهم على كل المستويات مش بس على مستوى ديني لأنهم خلق دونين على مستوى مستعمر كمان كانوا شرسين جدا بس بس طبعا كل مستعمر شرس هتشوفوا كمان شوية ابتلت يحصل برضو ثورة في شمال أفريقيا وثورة في مدن أخرى في أوروبا اتمرد الجند 602 في منطقة الدنوب فوق فراح بعد جيش يخمد الثورة في الشمال وعين قائد للجيش في شمال أفريقيا وحاكم لها اسمه هرقل الاسم ده بقى هيقعد في ودن فترة كبيرة لحد ما يدخل العرب مصر هرقل على شمال أفريقيا وهو أخمد الثورة في مصر وفيه ثورة في منطقة الدنوب فوق في شمال في منطقة أوروبا اتحركت الثورة هناك وقدر أنه بقيادة فوق فوقس يعني اللي أخمد الثورة في أوروبا قائد للجيش اسمه فوقس واللي بقى حاكم شمال أفريقيا هرقل الكنين دولار ما هيمسكوا الحكم بعد كده لكن حكم حكم موريس الشعب في القسطنطينية في حالة غليان من طريقة موريس في الحكم خاصة أنه حطي ييده على أملاك الكبار الدولة لما احتاج فلوس حطي ييده على أملاكهم ورفع الضرايب فالناس كانتش مستحملة لما اقترب فوكس من القسطنطينية جيري هو بقى وقال لازم ندافع عن المدينة بتاعتنا وفعلا الشعب ابتدى يدافع عن المدينة لكن وقتها لقوا بيتصرف بحماقة أزيد كان في ابنه اسمه سودوسيوس ونسيبه اسمه جرمانوس كان بيجمعوا الشعب معاه لقوا قبض على جرمانوس وكان محبوب جدا وحطه في السجن فالشعب حس انه ده يعني ما يستهلش انه يقعد على العرش فراح انسحب بالشعب اللي هو جنده انسحب من الاسوار وقدر انه فوكس يدخل القسطنطينية دخل فوكس القسطنطينية وهو بعت وعود وقتها قلت لكم موريس كان خلقدوني متعصد فوكس قال للناس اللي رفض خلقدونية اللي هو حزب الخضر وكان له تواجد في الشارع قال لهم لو ساعدتوني ان انا ادخل واحكم انا هعمل هعمل تسامح لجماعة اللاخ الخدونيين دول دخل فعلا فوكس وقتها موريس ارتعب وراح اتنكر وهرب هو وزوجته وتمن اولاده اربع اولاد واربع بنات وقعد فوكس نصب امبراطور وعمل التتويج في كنيسة يوحن المعمدان اثناء التتويج حصل تصادم بين الخضر والزر الخلقدونيين واللاخ الخلقدونيين وقتها ليه بقى اللاخ الخلقدونيين بيقولوله الوعود اللي انت وعدتنا بيها لازم تتم ده فوقت التتويج التانيين عرفوا ان فوكس وعدهم ببعض الميزات فرحوا اشتبكوا مع بعض وحصلت حصلت مسبح وخاصة اني الخلقدونيين هتفوا بحياة مورس لانه مورس خلقدوني وده اللاخ الخلقدونيين قالوا انه هو اتفق معنا فراحوا قالوا لأ بقى يرجع مورس من جديد فوقس حس بان مورس له اتباع امر مجموعة من الجنود تروح للمكان اللي هرب فيه مورس وتتباع هو وزوجته وأولاده قبضوا على مورس وقتلوا هو وأولاده الأربعة الأولاد بس اعدم في نفس المكان اللي هربان فيه وسابوا زوجته والبنات على اساس انه هم مش هيعودوا على العرش زوجته والبنات هربوا لأحد القديورة في القسطنطينية ورجعوا الجنود معاهم خمس رؤوس راس مورس وأربع أولاده وقدموها لفوكس متخيلين واحد اول ما قعد على العرش عمل كده الشعب نفسه بقى مستق جدا من الطريقة دية ومش الشعب بس اللي عمل كده ده كمان فارس اللي كانت اللي كان بنت من بنات مورس هو متجوزها كسرة تاني وعمل صلح معاه اتضيقت جدا فارس ان ازاي يعمل كده في واحد هم مصطلحين معاه مش بس عمل كده ده راح بعت لبطرق القسطنطينية كرياكس وقال سلمني زوجته وبناته الاربعة اعدمهم فقال لهم مش اسلمهم لك وانت اصلا انسان شارس ودموي وانت اصلا دخلت وانت بتقول اللي خلقودونيين ان انا هديكم حقوق كرياكس كان خلقودوني طبعا راح باع وقتها اغرغوريوس الاول بتعرومة عرف ان في مشاكل بين فوكس وكرياكس بترك القسطنطينية فبعت يقول له كلام لطيف يقول له انت دلوقتي الامبراطور اللي بتملك واحنا يعني بنالتمس بقى ان يكون في تعاون افضل من القبل منك اللي احنا كنا رفضين التعاون معاه هو عشان بقى يضايق كرياكس عشان ما سلموش مرات مورس والبنات فرح بعت لروما وقال كنيسة اعترف ان كنيسة روما رئيسة جميع الكنايس ورح قال لكرياكس من هنا ورايح ما تستخدمش لاقب البترك المسكوني بعد وفاة غيرغوريوس جه بطرك تاني اسمه سيبنيانوس سيبنيانوس ده قاعد شغوره مات بعد منه جي بقى بونيفاتيوس بونيفاتيوس ده او بونيفاس الاتنين بيطلقوا عليهم بونيفاس التالت ده قاعد يتكلم مع مورس مع مع فوكاس وقدر انه زي ما قلتلكم ينتزع منه لقب روما الكنيسة الكبيرة ورئيسة كل العالم الاوضاع ما كانتش مستقرة حصلت اعمال شغب 607 بين الخلقودوني والله خلقودونيين ما انا قلتلكم هو الدوعود مش عايز ينفزها وعنده الخلقودونيين كمان من دايقين منه حصل في الشارع فتنة اتحرقت فيها كنايس امتدت اعمال العنف من القسطنطينية لفلسطين لقرشالين متخيلين في الفترة دية دخل اليهود دخل اليهود في منطقة منطقة فلسطين وقرشالين دخلوا في الحرب وقتلوا في المسيحيين كمان وابتدى اليهود يبعاتوا للفرس اليهود اللي في منطقة اللي في منطقة فلسطين وقرشالين يبعاتوا للفرس يقولولهم الجو مهيأ تعالوا ادخلوا مين بقى خلي بالكم اليهود كانوا موجودين في شمال شبه الجزيرة اللي هو منطقة جنوب الغساسنا وفوق الغساسنا وفي قرشالين فاليهود دولم قالوا للفرس تعالوا هنسهل لكم الدخول انضم كمان للفرس الوسانيين يعني خلي بالكم الفرس بقى 607 اليهود بعتوا قالولهم تعالوا الوسانيين قالولهم احنا احنا معاكم ده الازمة السياسية على مستوى على مستوى كانسي بقى هذا الرجل فوكس كان خلقدوني متعصب وقتها بطرس بطرق انتاكيا الكنيسة بتاعتنا حرمته البابا ديميان حرمه مات وقعد على الكرسي بطرق تقي قديس اسمه اساناسيوس الجمال هذا البطرق اعاد العلاقة مع مصر بعت للكنيسة الابطية وقال لهم انا مستعد ان انا نرجع تاني العلاقة تاني مع بعض واعترف بالايمان الارتودوكسي الابطي وتبادلوا الرسائل بين اساناسيوس الجمال وبين البابا انستاسيوس وقتها وقتها فوكس كان خلقودوني متعصب يعني اظهر بقى وجهه وراح لما شاف كمان ان اللاخ الخلقودونيين بقوا بيكرهوه فراح اتقلب بصورة اشد ضد الكنيس الارتودوكسية اللاخ الخلقودونية وقتها امر باني تغلق كل الكنيس التي لا تعترف بخلقودونية تغلق ما فيش اجتماعات ولا قدسات اسئل باترك بتاع انطاق اساناسيوس رفض الكلام ده وجمع هو ومجموعة اسقفة وكهنة وشعب وابتدى يصلي في حلب ومنبج كانت الارتودوكس اللاخ الخلقودونيين كتير عرف الكلام ده فوكس ادى امر انه يتقفل الكنيس دي او يتدبحوا جوا الكنيس وفعلا حصل مجزرة واستشهد كتير جدا الفاتر ايه زي امورتلكم اتنيح البابا ديميان 603 وبعد المخطات تقول 605 بعد ما قعد 35 سنة وجيه بعد منه البابا انستاسيوس ال36 كان كاهن في كنيسة البشرين الاربعة في اسكندرية اللي اتبنت جديد هي وكنيسة ازمان ودميان اللي هم بنوها لقباط لو تفتكروا لما جوستنيان افل كل الكنيس بنوا كنيس جديدة ابطية ارتدوكسية لا خلق دونية كان قوة كان قوة في الامان فراح البابا كالعادة كل بابا كان بيقعد كان بيعمل مجمع يحرم فيه خلقودونيا ويحرم فيه ايمان لاون فراح بعت اولوجيوس لو تفتكروا قلتلكوا اولوجيوس ده اللي عمل خدعة في الصوار وسلمهم اللي ماسك الجيش سيودوريت اولوجيوس رح بعت لفوكس وقال له ده البطلك الجديد اللي اسمه انستاسيوس عمل مجمع بيحرمك وقال انت مهارتق وقال خلقودون مهارتقين رح امر فوكس بنفي البابا وقفل كل الكنيس الابطية وراح استولوا على كنيسة ازمان ودميان وكنيسة البشرين الاربع كالعادة هرب البابا من اسكندرية بعد ما استشهد الاف علشان يقدروا يقفوا والكنيسة تتفتح علشان يقدروا يستولوا على الكنيس استشهد الاف من الاباط البابا راح درب مقار واصبح مقر الكنيسة الابطية درب مقار مرة تانية 608 البابا انستاسيوس عرف الازمة اللي حصلت لأساناسيوس الجمال اللي هو بطرق انتاكيا فحب ان يشجعه فسافر راح انتاكيا علشان يشجع الانتاكيين انهم يقفوا قدام الطيار اللي عملوا فوكس الدهب عرف بده فوكس راح ادى اوامر لرئيس الكتيبة اللي موجودة هناك وراحوا طردوا البابا اساناسيوس طردوا البطرق اساناسيوس وطردوا وطردوا البابا انستاسيوس لكن الحقيقة بعد ما اصبح فيه شهد كمان في القصة دي حصلت مجزرة في وقت القداس وبعد القداس اللي كان اشترك فيه البابا اساناسيوس البطرق اساناسيوس والبابا انستاسيوس عشان بس هتلاقوا في بعض المراجع فيه اسدواجية على كرس انطاقيا قلتلكم كان فيه بطرق خلق دونين وبطرق اخرين وضع عليهم اليد لو تفتكروا بعد سويرس الانطاقي وضع اليد القديس يعقوب البراري على التسلسل الرسولي ليكون هناك تسلسل الرسولي لكنيسة لم تسلم ايمانها للدنس الخلقدوني كان على وقت جستنيان حط اولا واحد اسمه انستاسيوس الاول خلقدوني لما القديس يعقوب البراري حط يد على بولس في انطاقيا هو حط جستنيان الاول جستنيان حط انستاسيوس الاول بعد منه ده الكلام ده خمسمائة واستين بعد منه خمسمائة واحد وسبعين وضعت اليد على اغرغوريوس الاول اللي قلت لكم الحلقة اللي فاتت المشكلة بينه وبين والي انطاقيا انستاسيوس الاول كان من دير سانت كاترين عندنا اللي جستنيان حط اليد عليه اخد الدير ده من ضمن الاماكن اللي اخدها من كنستنا الاقطية واصبحت خلقدونية لحد النهاردة يسكنها رهبان يونانيين خلقدونيين ده دير سانت كاترين اللي منه كان بطرك بتاع انطاقيا انستاسيوس الاول وبعد منه غرغوريوس الاول 571 وبعد منه وقت بقى اساناسيوس الجمال انستاسيوس التاني عشان اصلا هتلاقوا كلمة انستاسيوس بترك بابا بابا الاباط وهناك وقتها وقت اساناسيوس الجمال في اساناسيوس التاني التاريخ احيانا اللي مش فاهم القصص يلقبط الاشخاص بعض في الفترة دي قلتلكم الكنيسة بتغلي قلتلكم اليهود ابتدوا يبعتوا للفرس يقولونهم تعالوا دخلوا اطردوا المسيحيين وامتلكوا تاني ليش معنى الفرس لان في بالهم اللي رجعهم ارشاليم قبل كده مين كورش ملك فارس فكانوا بيحلموا بملك الفرس مرة تانية علوا يعيد ليهم المجد بتاع الهيكل ويطرد المسيحيين من ارشاليم بمملكة فارس الجديدة زي المملكة اللي كانت بتاعة كورش في القرن الخامس قبل الميلاد ويرعدلهم المملكة من تاني عشان كده حصل اتحاد بين اليهود وبين فارس وفي نفس الوقت الوسانيين اللي فقدوا قوتهم في المنطقة دية عايزين يعيدوا مجدهم في منطقة الشام فبعتوا الفارس لان فارس كانت وقتها بتعبد النار وسن برضو يعني الفترة بتاعة البابا ساناسيوس البابا أنستاسيوس لما رجع لما رجع مصر وجد ان كتير قوي من انطقيا سوريا والشام هربوا من الحرب اللي كانت عنيفة جدا جمع على اسكندرية استقبلهم البابا أنستاسيوس وقدر انه يسكنهم في بيوت ده الكلام ده هو في ديراب مقار لكن كان الشعب الابطي كان على اتصال دايما باي بطرق ابطي فدل بابا أنستاسيوس 12 سنة كتب فيها 12 كتاب كل كتاب كل سنة كان بيكتب كتاب روحي وتنيح في 23 كياك 614 الفترة دي بتغلي بتغلي والفرس على الأبواب وهتدخل الفرس بقى تكتاح المنطقة ازاي ده هنشوف الحلقة الجاية لإلهنا كل مجد وكرام الأبدا كنيسة هي المسيح ندخل إليها فيصير في وسطنا ثم يتحد بنا فتصير الكنيسة هي نحن فيه كنيستي هي أحضان المسيح وهذا هو سر فرحنا